اشتركوا في القناة على شكل جلسات عرف عدة مداخلات ونقاشات لأساتذة ومشيخة حول التعايش في الفكر الدين حلت اليوم مجموعة الاتصال العربي التي تضم وزير الشؤون الخارجية رمطان العمامرة ووزراء خارجية كل من الأردن، سودان، العرق، مصر والأمين العام لجامعة الدول العربية بالعاصمة البولندية وارسو لإجراء محدثات مع الجانب الأوكراني في إطار مساعي الوساطة العربية الرامية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية هذا وكانت مجموعة الاتصال العربية قد أكدت بعد لقائها بوزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف أمس أن الموقف العربي حول أزمة أوكرانيا يتلخص في تأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والديبلوماسية بما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهمة من العالم وصف رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي وصف تحول موقف الحكومة الإسبانية بشأن قضية الصحراء الغربية وصفه بالخطير للغاية والمخالف لموقفها المؤيد سابقا للحل القائم على قرارات الأمم المتحدة وقال رئيس الصحراوي إبراهيم غالي في مقابلة صحفية أنه من الواضح أنه تحول جذري غير متوقع من بلد قائم بحكم القانون بإدارة الصحراء الغربية المستعمرة الإسبانية السابقة قفزت أسعار النفط إلى أزيد من ثلاث في المئة بسبب استمرار النزاع في أوكرانيا والضغط على الدول الأوروبية لفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي الأمر الذي أثار مخاوف جديدة في الشؤون أو في السوق بشأن نقص المعروض وارتفع خامو برينت بثلاثة دولارات وأربعة عشر سمتا أو ما يعادل ثلاثا في المئة عند التسوية ليصل إلى أكثر من مائة وسبعة دولارات للبرميل فيما ارتفع خام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من أربعة دولارات ليبلغ مائة وثلاثة دولارات فاصلة ثمانية وعشرين سمتا للبرميل بهذا نكون قد وصلنا إلى ختم هذا الموعد الأخبار السلمان اشتركوا في القناة